أبنائي طلاب الصف الثالث الابتدائي التعاون في الحياة يحقق النجاح في كل المجالات وإليكم هذا الدرس الذي يبين قيمة التعاون في حياتنا تحلق الأحفاد حول الجدي الذي رفع يديه متشابكتين وقال لهم ماذا ترون؟ قالوا نرى يدين متشابكتين فقال هكذا الحياة وحكى لهم القصة التالية اشترك ماجد وزميلهم في مصابقة للرسم على مستوى المنطقة التعليمية وفازت اللوحة التي تقدم بها لأنهما تعاون في رسمها إذ برع أحدهم في الرسم وبرع الثاني في تلوين وقال مدير المنطقة عن اللوحة إنها رائعة بكل المقاييس الفنية شهاب التعاون فنحن لنسناه وحدنا في الحياة الجد هذا ما قصدته تماما لأن الإنسان يعيش في مجتمع مما يفرض عليه التعاون مع غيره والمجتمع الذي ينتشر فيه التعاون لا يديع فيه أحد لأن أفراده يتكاتفون فيما بينهم لخيرهم فيتخلصون من الأنانية نصحهم الجد بأن لا ينسوا أن الحياة دائما إثنين لذا يأمرنا الله تعالى بالتعاون في فعل الخير وجميع أنواع الطاعات وينهانا عن كل أمر وفعل قبيح أهم الفكرة الرئيسية لقاء الجد بالأحفادي الجد يحقي قصة تبين قيمة التعاون المجتمع الذي ينتشر فيه التعاون لا يديع فيه أحد وإليكم الكلمة ومعناها تحلقنا جلسنا على شكل حلقة معقبا مضيفا إلى ما قال مندهشا متعجبا نموذج مثال برعا تفوقا هتفا صاحا الأنانية حب الإنسان لنفسه فقط الكلمة وجمعها جد أجداد قصة قصص المنطقة المناطق النتيجة النتائج زميل زملاء الإنسان الأناسي الكلمة مضادها تحلقنا تفرقنا مبتسما عابسا الأعزاء الأزلاء متشابكتين متفرقتين هتفا همسا التعاون التخازل أجب عن الأسئلة الآتية لماذا تحلق الأحفاد حول جدهم؟ تحلق الأحفاد حول جدهم ليستمعوا إلى حكاياته الجميلة ويستفاد من خبراته الكبيرة في الحياة ما المسابقة التي اشترك فيها صاحب القصة وبعد زملائه؟ المسابقة التي اشترك فيها صاحب القصة وبعد زملائه في مسابقة للرسم على مستوى المنطقة التعليمية لماذا يجب على كل إنسان أن يتعاون مع غيره؟ يجب على كل إنسان أن يتعاون مع غيره لأنه بحكم طبيعته لا بد له من العيش في مجتمع حدد معنى كل جملة حضرت حفلا بهيجا والجملة الثانية رأيت حفلا من الأصدقاء رأيت حفلا من الأصدقاء بمعنى جماعة من الأصدقاء وحضرت حفلا بهيجا بمعنى احتفالا أكمل خريطة الكلمة الأنانية نوعها اسم المعنى حب النفس مضدها الإيثار الجملة يجب أن يتخلص الناس من الأنانية نتعلم من هذا الدرس ضرورة الاستفادة من خبرات الكبار التعاون مع الآخرين يؤدي إلى نتائج رائعة للتعاون أهمية كبيرة في صلاح الفرد والمجتمع شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة